عشان كده أنا مبسوطة جداً أنه دي في يكون الممثل المتميز الفنين الموهوب النجم اللي كلنا فخرين دي علي آسم لو رجعنا الورا شوية قبل 2013 أنت واحد درست هندسة وكنت عايز تبقى مهندس وفعلاً اشتغلت في المجال ده لكن وانت بتشتغل في أثناء عملك في مواقف معين حسيت ساعتها أنه قلبك مش في المهنة دي إزاي المشهد ده أو اللقطة دي خلتك تتأكد من جواك أنك لازم تغير مصار حياتك كنت حابب شغلانتي وكنت بتعلم كويس قوي بس كانت شغلانة مرهقة قوي إحنا كنا مسكين بالنتورج معينة كبيرة قوي في مصر ففي لحظة نص النتورج في مصر كانت مقطوع لشبكة معينة كان نص الناس مش عارفة تتكلم في التليفون أنا عملت الانالسز بتاعي أعرفت الروت كوز زبطت الدنيا شوالي كان متسدف الدنيا تمام وبس وعدت حاطة ترجع على رجل وخلاص الناس هتروح تصلح الدنيا أنا مش فارق معي أن السيرفوس أطعب لها 4-5-6 ساعات الموضوع كده خبطني كده أن أوكي أنا مش فارق معي يخلص السيرفوس اللي أنا بقدمها وطول عمري بعرف أي شغلانة بحاجة من اتنين إن أنت بتنبسط بالشغل اليومي اللي أنت بتعمله بالحرف اللي أنت بتعمله والحاجة التانية الصورة الكبيلة السيرفوس الخدمة الحاجة اللي أنت بتقدمها بالنسبالك هل هي ليها معنا ولا لأ لو عندك الاتنين أنت محصوص جدا عندك واحدة من الاتنين مفهوم ليه هتكمل في الشغلانة ما عندكش حاجة يبقى تدفنة لك ساعات المفروض تبقى بتدور على حاجة تانية ففي اللحظة دي جماعت اللي هو أنا مش مهتمة فمع الوقت لما learning curve قال لي وما بقتش بتعلم قوي وخلاص بقيت متراستق في الشغلانة ابتدى الزهق يجي أكتر وفي اللحظة دي جماعت اللي هو مفيش بعشن للشغلانة دي وطول عمري عندي غيرة ما من الناس اللي بتشتغل شغلانة بتحبها بحس إن الشخص اللي بيشتغل شغلانة بيحبها في توازن كده في الحياة بييجي أكتر من فاكتر الفلوس أو العلاقة أو الحاجات كتيرة جدا زي ما انت قلتي وقت كبير قوي لو حبي قضيه قوي فلو الشغلانة أصلا أنا بحبها في عاجة كتيرة قوي بتثبت فطول عمري أصلا بدور على الموضوع ده نشتي في شغلانة بحبها نشتي في شغلانة بحبها والموضوع خد 8-9 سنين لغاية في نص تصوير طايع دي كانت لحظة كده واضحة جدا كنت يوم في اللوكيشن بقالي 15 ساعة وكتت ساعة 5 الفجر تقريبا ومكنتش تعبان كنت مهتم كنت مهتم في حاجة كده في الاهتمام أنا مهتم وعايز أحب تستسمر في وقتك وتستسمر أنا مستسمر كل حاجة في اللحظة عشان المشهد يطلع صح ففي اللحظة دي حسيت احنا قريبين من اللي احنا عايزينه إن أنا بقعد كل ده في اللوكيشن ومبسوط ومبسوط ومش تعبان لما أنت قررت أنك تسيب مهتة الهندسة أنت سبتها بس كانتش عندك خطة بديلة هشت الفترة الصعبة دي ازاي الموضوع كان فوضوي جدا كنت ماشي ببلان واحدة أساسية أنا مش قادرة بقى بشتغل على مكتب سبت الشغل سفرت شهرين بروحت الكمبلد كنت عايز أشوفهم رجعت ابتديت بقى من 2013 رأيت 2016 بين فيلانسنج وبين أنا مش شغل خالص ولو رجع بي الزمن هعمل كل ده بطريقة مختلفة تماما بس ده اللي كنت أعرفه ساعاتي هتعمل إيه مختلف لو رجع بيك الزمن؟ كان فيه خوف كان فيه كده إنسيكوريتي في الفترة دي كنت متأثر بفكرة إن أنا شاب دو مصري عاطل وطبعا كان فيه برضو بقى كان فيه صدام شوية بيني وبين يعني بيني وبين الناس اللي حوالي كان فيه فكرة أنا فكرة بعد ما استقلت بشهر كنت قاعد مع واحد صاحبنا فقال لي أنا بس عايز أقولك حاجة ما تقولش أوي في الفترة دي فقالت له ليه؟ قال لي فيه واحد صاحبنا برضو ساب يعني الشركة بكنا مش لقل فيها هو كان شاطر قوي فيها واللوقات يبقى له سنة ونص وبيقولها لك على إنه عمر بقى سنة ونص عمر وأنا قصنا على الثلاث سنين فهو لما قال لي حسيت لهو لأ يعني بالسنة سنة ونص مش موضوع مش هيطول لسنة ونص بس لأ هو الثلاث سنين عدوا كده وما عملتش فيهم كفاية وكان ممكن أعمل فيهم أكتر بس هي دي التجربة وفيه درس ما مستفاد وفيه بساطة برضو في العيشة أنا برضو كنت يعني كنت مثلا مفلس تماما لكن أنا بيه؟ أنا قاعد لما بشتغل بشتغل قاعد على البيسين بشتغل بالميو الشيب شيب ومفلس فيه تجربة حررتني شوية من علاقتي بالفلوس والبراشر اللي الفلوس بيحطه عموما الثلاث سنين دول غيرت علاقتي بالفلوس فالنهاردة بقى لو حقدر أقول الثلاث سنين دول فادوني إزاي مساء في حاجة زي كده النهاردة عمري ما عندي الأحساس إن أنا محتاجة أقبل شغليان عشان فلوس النهاردة وده بحس إن بيضيكي قوة مبيرة جداً عشان أنا هاختر حاجة للحاجة وحيخد عليها فلوس كل حاجة بس عمر ما ده السبب وعمري ما حاسس إن ده حيبقى السبب قريب عشان قادر دايما أضبط اللايف ستايل على ما تخليش الفلوس تضغط عليك وتعمل حاجات أنت مش عايزة بالذات بقى لو هي أخيرة أنا الباشن فيالله نحافظ عليها فالفلوس كانت حاجة يعني فهمت قيمتها الحقيقية وفهمت إنها مش لازم تكون هي اللي بتحرك قراراتك في الحياة طبعاً لكن إنتك كلمت برضو عن نقطة مهمة في الفترة دي وهو الخوف اللي كان عندك كنت تقول إنك خايف تجرب حاجات كتير هل كنت خايف من التمثيل؟ طبعاً أخذت وش التمثيل لكن إمتى الموضوع ابتدت إنك ما تخافش منه إنك تخش بقى بقلب جريء وتقول الهواية دي حتبقى دلوقتي مهنة 2016 2016 كنت خلاص زي ما كنت كده أعتقد الواحد بعد فترة أجرب يزهق من حسيس معينة فأنا كنت ابتدت أزهق من الخوف وكمان حسيت إن في الثلاث سنين دول أنا ملاقيتش حاجة برضو تشديني قوي أوتوماتيكلي رجعت لفكرة التمثيل طب ما نرجع نشوف بقى التمثيل بجت وخدت قرار غريب حتى ساعتها قلت أنا هجرب أجري ورا التمثيل بجت وفي نفس الوقت أنا هجيب شغلانة في شركة همشي اللي اتنين مع بعض عشان برضو كذا حدك عندما بيقول لي في الفن حاول دايماً يبقى عندك فلوس مغطيئك عشان لو اللحظة اللي ما عنديش فيها فلوس وهي دي اللحظة بتوصل لها ساعتها عشان كان بقى لي فترة ما بشتغلش ده بيحط ضغط كبير قوي على الفن فالحاجات بتتلخبط وكان بالنسبة بقى لكل الناس اللي حواليه هم بقوش فاهمين أنا مين كان بقى لي سنتين تلاتة الشخص البوهيمي اللي الفلوس مش مهمة المهم بوقتنا ومهم نستثمره طريقة اللي احنا عايزينها وفي نفس الوقت أنا رايح بيشتغل في شركة ريال استيت اللي هو كمت بقى رأس مالية يعني من هنا لهنا كنت ساعتها بقى بطلت خاف شوية فكنت عارف كويس ايو انا بعمل ايه كنت حسس اللي لأ أنا هاخد القرار ده وما كنتش بقى مهتم من مين هيفكر ايه مين يقول ايه انا يعني كنت عارف كويس ايو انا بعمل ايه طبعا كل ده نفع عشان الحظ خدمني وعرفت خش في التمثيل تلت اربع خطوط تحت كلمة حص لكن بالعقلية الهندسية اللي عندك اكيد قادت تفكر في ايجابيات وسلبيات القرار ده فنفس انك تاخدنا في باكستيج القرار فكرت فيها ازاي؟ ابنا تقول انا حت امثل ما كانش فيه بقى عقلية الهندسية خالص كان فيه فكرة انا جربت حاجة كتير الدنيا لسه مش نفعة يلا انا هجرب حاجة تجيب لي فانانشل سكوريتي ونفس الوقت ده يديني قوة ان انا اقول احمشي ورا التمثيل وابتدي اقول للناس اللي انا اعرفها اللي هم قلالين جدا لكي انا بحاول بحاول مرة تانية في موضوع التمثيل بدور على اوديشنز بجد عشان فيه اوديشنز كتير قوي مش بجد بس ما قاستش ايجابيات وسلبيات كان فيه فكرة كانت لحظة كده الخوف فيها قل وما درشوني ان عملت حاجة معينة هو بس الانية وبرضو انا بحب اقول دايما الحظ خدمي بحس في حاجات كده بتجيلك بس ما تقدريش تقولي انت عملتي ايه بالزبط توصلك لده بس جات لي فرصة في 2016 ان انا في مسلسل اسمه فوق مستوى الشبهات طبعا مع النجمة الكبيرة يسرى والمخرج هاني خليفة بالزبط وكانت اول مرة تخش على ست بعدد كبير من الكرو وتعمل قبله طبعا فيلم عشام للمخرجة ماجي مربان بتصور بطريقة الافلام المستقلة كاميرات صغيرة تجربة حلوة جدا لكن مختلفة تبامن لكن مختلفة تبامن ازاي لقيت جواك الثقة اللي تخليك تخش على عالم غريب ويمكن مخيف ساعتها زي عالم التمثيل بمسلسل رمضاني كبير دخلت التجربة وكنت خايف وطلعت منها برضو مش متطمن قوي او خايف واستاذاني خليفة مخرج ستريكت مع الممثلين وبعيث حاجات سبسيفك ودي كانت تجربة مفيدة جدا وفضلت على فكرة لسه ملقلق لغاية السنة اللي بعديها بس كنت مركز لسه ان انا افضل مكمل افضل مكمل السنة اللي بعديها بقى يعني انا بوصل دب ده بلاتوت في الشمس لاتوت في الشمس كان نقطة انا بعتبرها اهم مخبض مخبض